بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب الأخ محمد سويد يقول لا يوجد شيء اسمه وهابية وإنما هو اختراع أثماني إيراني بعث لنا بالرسالة يستنكر فيها استخدام كلمة وهابية يقول الوهابية دعاية أثمانية وترويج إيراني ليس هناك وهابية كما يدعي أحمد الكاتب ثم يضيف أحمد الكاتب يدعو لنظام ديمقراطي يشبه ما في أوروبا ولكن لا يمكن تطبيقه في بلادنا الإسلامية لاختلاف الثقافة والتجربة السياسية أما مسألت العدل فكيف تعرفها أعطني مفهوما واحدا للعدل يتفق عليه الناس ولو سألت شعوب الدول الديمقراطية عن شعورهم بالعدل بالعدل العام لتفاجأت بأنهم لا يشعرون بأي عدل الديمقراطية للشعوب الديمقراطية وليست لتلك التي ما زالت تؤمن بالخرافات والعصبيات الطائفية والقبلية ويضيف أيضا يقول هات دليلك على أن النظام الملكي مخالف لكتاب الله ألم يكن نبي داود وسليمان ملوكا وارث لأبنائهم أما هيئة الإفتاء وهيئة العلماء فإن كان دليلهم موافقا للكتاب والسنة فيأخذ به وأن خالف دليلهم الكتاب والسنة فليس ملزما أن نأخذ به يبدو الأخ من السعودية أيضا وفي حديثه نقاط عديدة في الحقيقة في رسالته أول نقطة نبحثها يقول الوهابية دعايا أثمانية لأن الوهابية ظهرت قبل حوالي ثلاثة قرون أيام الدولة العثمانية وحاربت الدولة العثمانية وخرجت عليها واحتلت الحجاز فأوعز الخليفة العثماني في بدايات القرن التاسع عشر إلى محمد علي باشا واليه على مصر بالقضاء على هذه الحركة فأرسل ابنه إبراهيم باشا وقضى على الحركة وأسر الأمير عبد الله اللي هو ابن الثالث وأسره وعدمه في إسطنبول يعني هي بدأت تكفر الناس وتكفر المسلمين بتلك الأيام حتى أن إبراهيم باشا جمع مجموعة من العلماء وسألهم أنه جنة الله الواسعة كم أرضها وقالوا أرضها السماوات والأرض فقال يعني الله سبحانه وتعالى يعني خالق الجنة فقط ألكم أنتو أربعة خمسة اللي مسيرون تحت شجرة واحدة من شجرة جنة فبهذا المنطق رد عليهم ويعني حاربهم وقضى عليهم بالحقيقة فلم تكن دعاية إنما هي الحلقة الوهابية التيار فكري كان يكفر على مسائل معينة وأي واحد يوالي الدولة العثمانية يعتبره كافر لأن الدولة العثمانية كافرة في نظرهم أما أنه ترويج إيراني فهذا أتعجب لأنه كل العالم الإسلامي والمسلمون الأشاعرة يعني المالكية والشافعية والأحناف أيضا عقدوا مؤتمرا فيه قبل سنة سنتين وقالوا بأن الحركة الوهابية ليست من أهل السنة يعني هم يقولون لا نحن أهل السنة لا تقولوا وهابية طبعا في البداية في البداية كانوا يقولون نحن وهابية ويفتخرون ولكن عندما حاولوا ترويج أنفسهم ترويج أنفسهم ويعني السيطرة على العالم الإسلامي فقال لا نحن أصلا جزء من السنة ونحن لسنا مذهبا خاصا ونحن لسنا وهابية أيضا لا تستخدموا هذا الاسم طب خلين نشيل الاسم ما نقول وهابية هل يتميز علماء السعودية والحركة حركة المطاوعة حركة بنوع من التمايز مع المذاهب الأخرى السنية أو لا طبعا يمتازون لأنهم يكفرون يعني كثيرا من المسلمين من يزور القبور أو كذا أو يستغيث أو شيء وأيضا في نفس الوقت الآن هناك حركة وهابية جديدة الحركة الوهابية التي قامت في أيام محمد بن عبد الوهاب كانت تركز على مسألة القبور والاستغاثة بالقبور أما الحركة الجديدة فهي حركة مؤيدة للاستبداد ومعارضة للحرية والديمقراطية ومشاركة الشعوب الإسلامية في مسائرها يدعون إلى طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة ونصوصهم كثيرة تترى كل يوم نشوف عدم نص في هذا المجال خلاف الحركات الإسلامية والشعوب الإسلامية التي تنادي بالديمقراطية تنادي بالعدالة تنادي بالوحدة الإسلامية هم يحاربون الوحدة يحاربون العدالة يحاربون الحرية أصلاً عدالة ما هو مفهوم العدالة ينكرون مثل ما نشوف هذا الأخ محمد سويد ثم يقول الأخ الكاتب أحمد الكاتب يدعو لنظام ديمقراطي يشبه ما في أوروبا أنا لم أقول ذلك إنما قلت الديمقراطية كل بلد إلى إلى صورة معينة عن الديمقراطية حسب ظروفه وحسب بيئته وحسب فشوفوا بالعراق بإيران بتركيا بمصر بالجزائر في كل بلد اللي فيه ديمقراطية حتى في اليمن فاكستان أفغانستان كل بلد إلى صيغة حسب ظروفه وحسب مكونات المجتمع يقيم الديمقراطية فأنا لا أدعو إلى ديمقراطية تشبه ما في أوروبا حتى يقول لا يمكن تطبيقها في بلادنا الإسلامية بسرعة أنه هذه الديمقراطية ما يمكن تطبيقها في بلادنا لاختلاف الثقافة والتجربة السياسية يعني هذا مصادرة من الكلام يبني على شيء لم أقوله يأتي إلى مسألة العدل يعني كأنه يريد يقول الحاكم يجب أن يكون ظالم يجوز أن يكون ظالم مو مشكلة فلماذا تطالب العدل أما مسألة العدل فكيف تعرفها أعطني مفهوما واحدا للعدل يتفق عليه الناس العدل أن تكون الثروة يا أخي العزيز تروة البلد للشعب أولا والشعب كله يكون متساوي أمام القانون في الإسلام هو هذا الشيء وفي القانون الدولي الحديث أيضا يجب أن يكون الناس سواسية كأسنان المشط أمام القانون مو إذا سرق الضعيف تقطعون إيدية وإذا سرق الأمير مليارات مليارات مئات المليارات فلا تفعلون له شيئا هذا هو الظلم الظلم في القانون الظلم في عدم المساواة بين الناس واللطيف يقول ولو سألت شعوب الدول الديمقراطية عن شعورهم بالعدل العام لتفاجأته بأنهم لا يشعرون بأي عدل ما أدر الأخ وين عايش أنت عايش في أي بلد يا أخ محمد سويد هل ذهبت إلى بلد أوروبي وسألت الناس وأجابوك بهذا الجواب أو أنت تتخيلت أو تحاول أن تتخيل الجواب من نفسك من وحي من وحي بلدك ومحيط اللي عايش به أنت الديمقراطية للشعوب الديمقراطية وليست لتلك التي ما تزال تؤمن بالخرافات والعصبيات الطائفية والقبلية هي أساسا لماذا الشعوب شعوبنا بنزل بالذات لماذا تؤمن بالخرافات والعصبيات الطائفية والقبلية لأنه ما عدنا ديمقراطية لو عدنا ديمقراطية وعدنا ثقافة ديمقراطية راح نعيش أيضا مثل بقية العالم وكل العالم الآن يتجه نحو الحياة الديمقراطية يعني أن السلطة تكون نابعة من الشعب الشعب هو الذي ينتخب حكامه ويحاسبهم ويراقبهم ويغيرهم أما في بلاد أخرى ديكتاتورية أو وهابية لا الحاكم لا يحاسب ولا يراقب ولا ينتقد وطبعا لا يغير وهو كأنه نازل من السماع على الناس فيجب أن الناس كلها يخضعون إلى ويطيعوا ويسمعون كلامه ويغمضوا عينهم عن أي شيء يفعل وكما قال الشيخ هذا عبد العزيز الرئيس قبل أيام حتى لو شفت الحاكم يزني بالتلفزيون أمام الناس نصف ساعة حددها أيضا ما أعرف ليش نصف ساعة ويجب عليكم أن تسكتوا لا تعرضوا لا تحرضوا عليه وإذا تنتقدون قولوا يعني الزنا حرام شرب الخمر حرام وقبل مدة قبل كم سنة أيضا أحد المشايخ السعودية قال لو زنى الحاكم بالكعبة وشرب الخمر بالكعبة لا يجوز الثورة عليه شوفوا هذا الظلم أنه إنسان عادي يجلج ويقطع ويضرب ويرجب بينما إنسان الأمير فقط لأنه أمير هذا يفعل ما يشاء وممنوع محاسبته وممنوع مراقبته وممنوع انتقاده ثم يقول الأخ محمد سويد يقول هات دليلك على أن النظام الملكي مخالف لكتاب الله ألم يكن نبي داود وسليمان ملوكا ورثوا لأبنائهم ملوك كانوا أنبياء الله تحدث عنهم ملوك كان حكام يعني الملك في السابق يعني مو بالنظام الملكي بالضرورة أنه كان حاكم والآن لماذا الملك هذا هو ملك والبقية عبيد إله ما سألت نفسك لماذا أنت تكمل بالأبودية مثلا أن تكون عبدا وتجبر على البيعة تجبر على الطاعة والملك يطع لك بالصناديق الحظياء نصيب يموت واحد يجي واحد يستقيل واحد يقال واحد مرة واحدة يطلع لك واحد يقول لك أنا أصير ملك أو راح أصير ملك وعليك أن تطيعه وأن تبايعه وأن تخضع له يعني أنت ما شعرت فيهم الأيام أنت من حقك أن تحكم مثلا أنت من حقك أن تكون ملك على أقل إذا أنت تأيد الملكية فلماذا لم تصبح ملكا أنت لماذا تسمح الآخرين أن يتوارثوا السلطة والملك وأنت تتوارث الأبودية والتباعية ثم يأتي إلى هيئة الإفتاء يقول فإن كان دليلهم موافقا للكتاب والسنة فيأخذ به وإن خالف دليلهم الكتاب والسنة فليس ملزما أن نأخذ به عليك بالله يا أخي محمد السويد صار أربعين خمسين سنة من جت السيارات إلى اليوم ممنوع على المرأة أن تقود السيارة في السعودية وحرام وميجوز وكذا لماذا كان كلام أو فتوى هؤلاء العلماء يأخذ به وهو مخالف للكتاب والسنة تقول لا ليس مخالفا أقول لك لماذا أباحوه اليوم لماذا أباحوه بعد ذلك إذا كان مباح من الأساس فلماذا أباحوه وإذا كان محرم فلماذا أباحوه أليس هذا لعبا بالدين أليس هذا هواء وشهوات الحكام اليوم يعجبهم يحرموا ما أحلى الله يعني مثل سابقا الله خلق الدواب تكرمون لركوب الإنسان سواء المرأة أو رجل يعني الدواب تطورت وتغيرت صارت سيارات السيارة الآن رجل يسوق السيارة أو مرأة يسوق السيارة فشون المشكلة شون فيها مخالف للكتاب والسنة أصلا فيه مواضيع خارج كتاب والسنة يعني هو نظام الملكي مثلا النظام الملكي ما موجود في القرآن الكريم كلام عن الدستور أو عن الحكم يكون مثلا بأي صورة ولمن يحكم ومن لا يحكم فهذا العقل الإنساني الله تركه يعني خاصة أهل السنة يقولون أن النبي لم يوصي إلى أحد وترك الأمر شورى بين المسلمين فإذن النظام الملكي يخالف الشورى وليس فيه شورى فيها شورى موظفين ما يستمع مجلس الشورى الآن بالسعودية موظفين ليس لهم حصانة ولا يحق لهم اقتراح عيشة ولا معارضة عيشة إنما تأتيهم قوانين من الحكومة فيدرسوها ويعطون رأيهم فيها هذا مخالف للشورى اللي كانت في أحد الصحابة الأوائل والناس يعني ما يجوز جواحد يسيطر على الأمة بالقوة والإرهاب ويجبر الناس على طاعته كما فعل معاوية بالنسبة هو سيطر على السلطة بالقوة وثم أيضا ورثها لابنه وبعدين الأمويين والعباسيين بدأوا يتوارثون السلطة لأنه قائم على القوة فقط وفقط فهناك مخالفات كثيرة في هذا النظام النظام السياسي أساسا يجب أن يكون نابعا من الشعب والسعودية شعب معظم ومسلم فلماذا يخافون من مثلا إجراء انتخابات نيابية أو إجراء انتخابات رئاسية أو تغيير النظام إلى نظام ديمقراطي الملوك السعوديون في أدث مرات ملك فهد وغيره قالوا سوف نعمل بالانتخابات ونأتي بالديمقراطية ثم الملك فهد في سنة 1992 أصدر ما يسمى بالأنظمة الثلاثة اللي هي التدور حول تشبه الدستور يعني نظام الحكم وكل هذه الأنظمة تتحدث عن حق الأمراء والحكام في السيطرة على البلاد ولا تتحدث أبدا عن حق الشعب وحريته وحقوقه وحقه بالثروة العامة في البلد اللي لا يعرف الشعب لا أحد من الشعب يعرف أين تذهب هذه الثروات الطائلة وبأي سياسة تصدر وبأي مثلا وصايا من الدول الأجنبية الإمبريالية تأمر أنه ارفعوا الانتاج خفضوا الانتاج يعملوا كذا حتى يحققون مصالحهم بينما مصالح الشعب لا أحد ينظر فيها وأيضا يجي حاكم مرة واحدة يقرر فجأة أن يشن حرب على بلد مجاور عربي ومسلم ولا أحد مسموح له أن يتكلم لا أحد مسموح له أن يعارض هذا هو الاستبداد هذا هو الطغيان والديمقراطية تقول أن الشعب من حقه أن يناقش القضايا العامة وأن يعطي رأيها وأن ينتخب الحاكم وأن يحاسبه وأن يغير إذا أشاء بينما النظام الاستبدادي المطلق لا يسمحوا بكل ذلك ومع الأسف الشديد لا أعرف الأخ هو وين يشتغل وين يعمل هل هو مقتنع بما يقول أم هو فقط يريد أن يدافع عن النظام لأنه موظف مثلا في أي جهاز من الأجهزة فيحاول أن يرد على أي واحد يتكلم عن الديمقراطية وحق الشعب في الشورى طبعا الكتب كثيرة في السعودية التي تحرم الديمقراطية وتعتبرها كفرا وإلحادا وشركا بالله تعالى وقد تحدثت عن ذلك في كتابي الشرعية الدستورية وكتابي أيضا جذور الاستبداة في الفكر السياسي الوهابي يعني الوهابية الجديدة هي تخالف كل العالم الإسلامي اليوم انظروا كل العالم من أندونوسيا إلى المغرب إلى أفريقيا إلى أوروبا إلى كل مكان هناك أنظمة يعني في انتخابات وأنظمة ديمقراطية أو في طريقها للديمقراطية أو بنسبة معينة فيها يعني أكرار لمبدأ الديمقراطي ولو هناك بعض البلاد بها تزوير وبعض يعني تلاعب الانتخابات ولكن ثقافة الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية كلها تؤمن بالديمقراطية إلا حركة واحدة هي الحركة الوهابية لسا موها وهابية سموها سعودية هي بالحقيقة سعودية والوهابية أداة بيد السعودية تحرم الديمقراطية تحرم الانتخابات تحرم مشاركة الأمة في السياسة العامة ومراقبة الحكام وتغييرهم واستبدالهم وبعد ذلك يأتي صديق ويقول لا يوجد شيء اسمه وهابية الكلام مو عن الاسم سميه أو لا سميه وهابية الكلام عن خط متميز يدعم الاستبداد والطغيان والعمالة للمستعمرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته